اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحل الأخت الفاضلة ما يفعله زوجك مرفوض ولا يجوز له وننصحك بما يلي واحد كثرة اللجوء إلى الله والدعاء لنفسك وله اثنان ننصحك بتفادي ما يثير غضب الزوج ثلاثة تجنبي مناقشته أمام أطفاله أو عند عودته من العمل أو في لحظات انزعاجه وانشغاله أربعة قولي لزوجك في لحظات الأنس والهدوء أنا أحبك يا زوجي ولكن خاطري مكسور ومتألمة لما حصل في يوم كذا عندها سيقول سامحيني وعذريني ويتأسف خمسة حاولي تذكر إيجابياته كلما ذكرك الشيطان بسلبياته حافظك الله شكرا